شفنا بالدرس الماضي شو هي العلاقة اللي بنقدر من خلالها نحسب شحنة الجسم خلينا بهذا الدرس ناخد شوية اسئلة نطبق فيها على هاي العلاقة قلنا انه اي جسم بيحمل شحنة نقدر نحسب شحنة هذا الجسم من خلال انه نضرب عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة ولازم تكون اعداد صحيحة بمين برافو شحنة الالكترون رح اخذ اول مثال بقول لو افترضنا انه انا في عندي جسم هذا الجسم اكتسب مئة الف الالكترون فما مقدار شحنة هذا الجسم على طول انا في عندي عدد الالكترونات اللي اكتسبها هذا الجسم كم يصاوي مئة الف كم يعني مئة الف مئة الف يعني عشرة للأس خمسة تمام شو المطلوب مني احسب شحنة الجسم طبعا شحنة الالكترون من الثوابت اللي كل اياتنا بنعرفها وبتكون موجودة اكيد باي سؤال بيحتاجها اللي هي واحد وستة بالعشرة ضرب عشرة قوة صالب تساطاعش كولوم هلا شحنة الالكترون شحنة صالبة بس بهاي العلاقة ما منعوض اشارة شحنة الالكترون الصالبة شوفوا كيف صار عندي الموضوع تعويض مباشر عشان احسب شحنة الجسم طيب في شغلة كمان صغيرة من انتبه لها هلا هو حكالي بالسؤال انه هذا الجسم اكتسب هذا العدد الكبير من الالكترونات وبالتالي اكيد شحنة الجسم رح تكون شحنة صالبة زي ما اتفقنا اذا بيكتسب بيحمل شحنة صالبة واذا بيفقد رح يحمل شحنة موجبة وبالتالي رح احط الاشارة الصالبة من البداية ليه برافو لانه اكتسب الالكترون فمنعوض مباشرة بالعلاقة عشرة للقص خمسة اللي هي نون وشحنة الالكترون واحد وستة بالعشرة في عشرة قوة سالب تساطعش تعويض مباشرة شحنة اذا الجسم شو تساوي سالب واحد وستة بالعشرة ضرب لما تكون اشارة ضرب وفيه عندنا اساس متشابه فشو بنعمل بالقصص مباشرة بنجمعها سالب تساطعش زائد خمسة معناها بيضل عندي سالب اربطعش والوحدة اكيد لشحنة الجسم كولوم برافو خلينا ناخد كمان مثال بس هالمرة انا بدي اعطينا بدي ااخد شو قيمة شحنة الجسم انا نعطي شحنة الجسم ونحسب شو هو عدد الالكترونات اللي تم فقدها او اكتسابها بهالمثال خلينا نقول لو افترضنا انه في عندي جسم بيحمل شحنة مقدارها موجب واحد كولوم حلو هلا موجب معناته اكيد هذا الجسم ايش عمل فقد ولا اكتسب الالكترونات يعين عليكم فقد الالكترونات مطلوب مني احسب ما مقدار هذا العدد من الالكترونات اللي تم فقده على نفس العلاقة وكمان تطبيق مباشر بدي احسب نون طبعا لو افترضنا انه شحنة الجسم كانت سالبة هل منعوض الاشارة السالبة اكيد لا لانه احنا عم نطلع عدد الالكترونات وبالتالي الافضل اني انا دائما اخذ القيمة المطلقة لشحنة الجسم على شحنة الالكترون تمام نكمل ومنقول شحنة الجسم عندي واحد كولوم في عندي داعي اعمل تحويل بالوحدات لا وحدتي جاهزة حلو شحنة الالكترون اكيد من الثوابت الموجودة واحد وستة بالعشرة في عشرة قوة سالب تساطعش رح يطلع معانا هون نون عدد هاي الالكترونات لو حسبناها هتطلع معانا واحد على واحد وستة بالعشرة اللي هي عبارة عن ستمية وخمسة وعشرين طبعا بعد الفاصلة في عشرة قوة موجب تساطعش عشان نشيل الفاصلة نحولها ستمية وخمسة وعشرين في عشرة قوة ستاعش وهاي عدد الالكترونات الالكترون طيب تمام خلصنا بس في ملاحظة شو رأيكم بهذا الرقم اللي طلع معانا هل هاي القيمة قيمة صغيرة برافو هذا الرقم رقم كبير جدا في عندي هون أنا عدد هائل بمليارات الالكترونات اللي يجب لهذا الجسم انه يفقدها بالمقابل شحنته رح تطلع كم واحد كولوم طيب على ايش بدلنا هذا الكلام بدلنا هذا الكلام وبكل بساطة على انه وحدة الكولوم وحدة كبيرة جدا بما انه وحدة الكولوم وحدة كتير كبيرة لما نيجي نحكي بمسائلنا عن شحنة الاجسام رح نضطر ناخد وحدات اصغر منها اللي هي منصميها البادئات مثل المايكرو كولوم النانو كولوم او البيكو كولوم شغلة تانية من انتبه عليها لحظوا انه عدد الالكترونات اللي طلع معاي عدد صحيح فهل هذا يعني اني انا ممكن اشحن جسم بشحنة مقدارها واحد كولوم؟ نعم لكن لو افترضنا ان الرقم اللي طلع معي مثلا نص او طلع معي مثلا 13 ألف وربع هل هاي الارقام منطقية او مقبولة علميا اني انا اشحن والله جسم بمثلا 11 إلكترون وتلت اكيد لا اذا عشان نعرف هل يمكن شحن جسم بشحنة لها قيمة معينة هل هي مقبولة او غير مقبولة مباشرة بنرجع لمين لعدد هاي الالكترونات اذا كانت اعداد صحيحة فالقيمة مقبولة اللي هي الشحنة واذا كانت هاي الالكترونات بتعطي اعداد غير صحيحة فبتكون قيمة شحنة هذا الجسم شحنة غير مقبولة